اشتركوا في القناة وهذه بداية الحلقة الأخيرة من الكاش كاشك ضيوفي نجوم يجتمعون كلهم ويبعض الأول مرة ببرنامج واحد والهدف نقدم لكم حلقة مميزة كلش الكل من الشوقين المنافسة لأن الكاش بهذه الحلقة راح يتوجه أيضا لفعل الخير وله السبب أوعدكم التحدي راح يكون نار وهذه أحلى طريقة نحتفل بالعيد مع المشاهدين وسفراء الفن والنواية الطيبة والآن نبدأ تحدي الكاش كاشك بهذه الحلقة أربع جولات في كل جولة أربع نجوم راح أسألهم ست أسئلة مختلفة شوية والفريق اللي يجمع أعلى رصيد ينتقل وياها للجولة الأخيرة ونتعرف على أول أربع نجوم حلقتنا المميزة ونروح للفريق الأول مصطفى كل عام ونت بخير ويامك سعيدة يا مر سعيدة سعد غالب وكل عام ونت بخير وإن شاء الله رمضان كريم وتقبلها طاعة في العراقين من وياك يا مصطفى والتي كل الهلة بي يعني راح أساعدك بالمعلومات مو؟ إن شاء الله إن شاء الله الفعل الخير أكيد ونروح للفريق الثاني ويانا الفريق الثاني المتحدي أياد شلونك يا أياد وشلون الصحة كل عام ونت بخير أيامك سعيدة حبيبي عيد مبارك نعاد عليك بالأفرح والمسراد ويا الفنانة بطول كاظم كل الهلة بيكم كل الهلة بيكم متحددين وجاهزين؟ حبيبي متحددين؟ حاضرين أريد تيكي تاكي نروح نروح للفريق الثالث ويانا الفريق الثالث مريم مريم شلونك يا مريم كل عام ونت بخير وإيامك سعيدة وانت بأنا بخير كل عام ونت بخير وصحة وسلامة يا رب منو لوياتش تعرفين بي مريم؟ يا ليتي الكواز أنا صديق من كادر وسلسل اللي نحن نشتغل به حاليا كل الهلة بيكم منو رح يرفع الكود؟ منو رح يرفعه؟ سيد مريم أكيد بنات حيث وعندك المعلومة إن شاء الله نروح للفريق الرابع ويانا حيدر حيدر يا حيدر والابتسامة الحلوة وياك وش أقول ما أعرف ش أقول كل عام ونت بخير عيدك سعيد عيد فطر مبارك أنت ويلوياك هي الكابتن اليوم أنا مجرح لا عمي أنا أنا مرافق خال رجل على رجل المعلومات عندها المعلومات ترى كل معلومات عندها طبعاً كل عام ونتم بخير وأنتم بألف خير وأيامكم سعيدة وشاهديكم وعيد فطر مبارك عليكم وإن شاء الله اليوم جاهزين للمسابقة لأنها راحة لهل الخير الكل جاهزين للتحدي تحدي الخير مع الكاش كاشك والآن تنويه بأهم قاعدة للفوز لون الشاشة أخضر أرفع الكود مثل جايشوفون الأسرع بيكم يأخذ حق الإجابة وفي حال أخطأ أنطي فرصة إجابة أخيرة الثاني أسرع فريق واللي يسجل أعلى رصيد ينتقل ويايا للجولة النهائية إجمال الجائزة المالية يوصل لمليون ونصف دينار ويلا الآن نلعب الكاش كاشك ويد جولة الأولى قيمة السؤال الأول مئة ألف دينار عراقي والسؤال يقول قدم برنامج نجوم على نار على يو تي في غسان اسماعيل علي فاضل أوس فاضل أثير كاشكول أسرع واحد حيدر حيدر السريع حيدر إجابتك يا حيدر أوس فاضل أوس فاضل يعني مو علي فاضل لا لا أوس لا أوس نشوف الإجابة والإجابة صحيحة وصار عندك يا حيدر أول مئة أعجبني الحماس أعجبني الحماس أجبتني تيك تاكة ونروح للسؤال فورا السؤال الثاني سوغري على المنتخب ونروح للسؤال الثاني وبقيمة السؤال الثاني مئة ألف دينار عراقي والسؤال يقول أغنية جمعة الفنان مصطفى العبدالله بن رابر دافي هذا الحب أمحيك هايم يا ستار وأسرع واحد يا شباب مرة ثانية حيدر حيدر مو حيدر الإجابة يا حيدر ولو هذا الحب لو ما ريده كملها حيلوا العيد وياكم حيلوا العيد نشوف الإجابة نشوف الإجابة يا شباب والإجابة صحيحة يا حيدر وصار برصيدك وارتفع 200 ألف دينار الحماس عند مريم شوية أريد حماس عند مصطفى وحماس عند أياد نرفع الكود بسرعة ترى حيدر بايقكم وقال بالطاولة لحد الآن وروح للسؤال الثالث قيمة السؤال الثالث 200 ألف دينار عراقي والسؤال يقول زين أكمل هذه الجملة ها بشر حمامة لو بومة غراب قمح شعير وربع حيدر حيدر أسرعة واحد حيدر يا حيدر حيدر أسرعة واحد طب القوي اي 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 التكي تاكا كلها عندك روح باي باي اه بكر عمامة لو غراب اغراب اغراب يقول اغراب الإجابة اغراب اغراب والإجابة الصحيحة يا حيدر وصار برصيدك يا حيدر أربعمائة ألف أربعمائة ألف أربعمائة ألف مقاعد الشباب كلهم يا شباب أكثر حماس أكثر حماس ونروح للسؤال الرابع بالجولة الأولى وقيمته 200 ألف دينار عراقي والسؤال يقول يوتيوبر عربي سجن نفسه بغرفة زجاجية بهدف فعل الخير بدر صالح رياني الحمري أبو فل صاحي أسرع واحد اياد اياد يا اياد اياد الإجابة عندك الإجابة يا اياد أبو فل أبو فل نشوف أبو فل والإجابة صحيحة يا اياد وصار بحسابك 200 ألف حلو يا باتون حلو هذا الفريق نروح ويانا السؤال الخامس والزيد قبل ما نروح نروح على مريم قبل ما نروح على السؤال الخامس مريم مريم ليش يعني يعني تمطيني هذا مخشوش هذا ما يشتغل لا يشتغل صنى ساعة سوهيت ما يشتغل مطيني الأصلي يشتغل مريم مريم اسأل السؤال مريم مريم تجربة التمثيل شلون من كانت ويات تجربة التمثيل شلون كانت ويات تجربة التمثيل كانت كلش حلوة وبنفس الوقت كانت صعبة لأنه أول مرة والدور اللي io YouTuber فعليا دور يعني سلك عسكري ومرأة فشوية كان اكو بعض مريم 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 وين رح تبقين رح تبقين بالرياضة لو تروح لتمثيل وتعتزلين الرياضة لا لا الاثتينات وصراحة الرياضة هي مهنة أساسية والتنفيل هي هواية ودعا مارس الحياة فيها عافية عليك عافية عليك اذهب على مصطفى 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 مستعد كيف قلنات الوالدة تطلع وياك فهرية متحمسة لا هي متحمسة كتير مني بالمناسبة طبعا نعرف الوالدة متحمسة لفعل الخير لأن الفلوس عرفتها رايحة لهل الخير الله يبارك بيها والله يحفظك يا مصطفى ونرجع يا شباب الله يسلم ونتحضر ويانا السؤال الخامس وازديد القيمة المالية للسؤال إلى 400 ألف دينار والسؤال يقول شخصية كوميدية تلفزيونية دوخ موسيليني وعن فهو لا يخطئ بدري أبو كلبشة شارلك هولمز المفتش كورومبو المفتش كونان أسرع واحد بيكم منه لا نرجع نزلوا شباب أسرعوا أياد أسرع واحد أياد أياد الإجابة أي بدري أبو كلبشة أبو كلبشة نشوف أبو كلبشة بدري أبو كلبشة بدري أبو كلبشة ربي أخبرك حبيبي أمفي لا يخطئ لا يومي أروح على حيدر حيدر يا حيدر حيدر شنو هاي الأجوال الحلوة شنو هذا الحماس شنو هاي لازم نحن ريمونتادة عليك بالريمونتادة يعني ملكي أي نروح يا شباب جولة على الأرصدة ونشوف كل من جمع عندي مريم للآن هي ومصطفى على الصفر للأسف أما حيدر أربعمائة ألف وأيات قالب الطاولة مؤقتاً ستمائة ألف وراجع لكم يا شباب ونأخذ نفس عميق والسؤال الأخير من الجولة الأولى يحسن منه منكم ويفوز بالجولة الأولى وينتقلوا وياها باتجاه الكاش في الجولة الأخيرة قيمة السؤال السادس والأخير من هذه الجولة خمسمائة ألف دينار والسؤال يقول أسرع رجل في العالم عراقي اشتهر بلقب الجني طوير الذهب السريع القطار أسرع واحد حيدر حيدر يا حيدر أسرع واحد الإجابة عندك ثلاث ثواني وربع واحد اثنين طوير الذهب طوير الذهب حلو عجبني الأداء إجابتك صحيحة إجابتك صحيحة وصار بحسابك تسعمائة ألف دينار من ساعدك بالإجابة من ساعدك بالإجابة من ساعدك بالإجابة أكوا واقفين عصابة مننا ومننا لا من أن أكوا سارة والله ما حد واقف نعم نحن يعني ماكو زغل ماكو زغل يعني ماكو خشب المرات وردهب وردهب مبروك مبروك ألف مبروك مأقتن انتقلت ويايه للجولة الأخيرة مبروك مأقتن شباب الآن أطلب منكم معايدة مختصرة أول واحد أروح أروح على مصطفى مصطفى معايدتك وعندك أقل من دقيقة أحب أقول يامكم سعيدة لكل العراقيين وكل عامهم مضخير ورب إن شاء الله يجعل هذا رمضان بداية خير كل شيء ومبروك ألف مبروك اليو تي في على موسمها الرمضان الناجح ورب إن شاء الله يعيده بالخير على كل العراقيين شكرا يا رب شكرا يا مصطفى وانت بألف خير وعيد سعيد مريم مريم عنديك كلمة قصيرة أقل من نص دقيقة وانت بخير يو تي في وكن مشاهدين يو تي في إن شاء الله يا رب العمالة الرمضانية تنار رضاكم وتحبوها وأحبكم ومريم غريبة وانت بألف خير وليوياتش وحظ أوفر أروح على أياد حبيبي أياد أياد كلمة 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 أم الخمس قساعات يعني كل عام أنتم بخير يا ربي ينعاد عليكم بالصحة والموفقية والسلام أبارك اليو تي في كل أعمالها وكل برامجها الرمضانية وأنا معكم وباتول أريد معزها بعد بس دقيقة وانت بألف خير يا غير قول كل عام وانت بخير وانت بألف خير وبالصحة والسلامة وينعاد عليكم وأتمنى أن تتألق بعد أكثر اليو تي في ويا ربي من نجاح النجاح شكرا جزيلا لكم والنجوم اللي شاركوا بهذه الجولة شكرا لوجودكم في الحلقة المميزة واللي هدفها نسوي الخير كلنا ويا بعض ولكم مني أطيب التمنيات ومعالف سلامة بعد الجولة الأولى يبدأ أربع نجوم جدد بالاستعداد لتحدي الخير في الكاش كاشك بالجولة الثانية وأنا مستمر معاكم الكواليس من خلال صفحة يو تي في العراق بيوتيوب ومتابع تفاعلكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشوفونا على الشاشة الكاش كاشك يعني العيد سوى لما وربح خليكم وياه رجعنا لبداية الجولة الثانية من الكاش كاشك وأنا سعيد أن مجموعة كبيرة من نجوم وطني العراق موجودين وياه وبحلقة كلش مميزة بضيوفها وأسئلتها ومصير الكاش اللي رايح كله لعمل الخير ويالله نشوف منه النجوم اللي نضموا ويانا إلى لعبة الكاش كاشك واروح للفريق الأول ويايا سولاف وشلونش يا سولاف وإيامك سعيدة وعيد فطر مبارك كل عاو انت بخير غالب وإيامك سعيدة وياهلة وياهلة من وياك يا سولاف نبأ نبأ عجبني الحماس عجبني الأكتب والفاعلية اللي عندك وأشوفك بالجولة نروح للفريق الثاني ويانا نور نور كيف لونك يا نور يا مك سعيدة عيد فطر مبارك حبيبي أنا مك سعيدة كل عام وانت بخير حبيبي استعال غالب شوفاك شخ بارك وانت بألف خير من لياك نور صديقي مرتضى الوائلي نور جاهز جاهز من عنده الكود ومن عنده المعلومات نور عجبتني الابتسامة من عنده المعلومة المعلومة عنده لو عندك نص ونص ونروح للفريق الثالث حاولوا يا نور علي شلونك يا علي كل عام ونتب خير أيامك سعيدة علي في السعاد غالب ونتب خير أي فضل مبارك حبيبي عيدك مبارك حساكم العواد من وياك علي والله يا تحسين هو صديقي وممثل عراقي ويا أنا كان بمسلسل المخيات جاهزين جاهزين متحضرين مسوين نحما جاهزين جاهزين نشوف ونروح للفريق الرابع كادي 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 كل عام أنت بخير أيام السعيدة نعم الانتزام هذه الحلوة أيام كل عام تب خير وعيدكم مبارك ويا رب عساكم من عوادت العيد يا رب من وياك من وياك يا كادي نور بنت أختي بنت أختي سترفع الكود لو أنت آه هي حبة تشارك وياك لو أنت قلتين هي نعم كيف رحست شكرا مرحب كل الهلة بكم الكل جاهزين بالمعلومات والكود أصدقائي حتى توصلون للفوز أكو قاعدة ذهبية واحدة فقط لا غير أذكركم بيها الضوة أخضر مثل ما تشوف أرفع الكود الأسرع بينكم يأخذ فرصة الإجابة وفي حال أخطأ أنت فرصة أخيرة الثانية أسرع فريق ست أسئلة وقيمة جائزة الجولة الكاملة مليون ونص دينار وطبعا اللي يجمع بينكم على رصيد ينتقلوا يا أيا للجولة الأخيرة ويلا نلعب الكاشكاشك ويالجولة الثانية سؤال الأول بقيمة مئة ألف دينار عراقي والسؤال يقول أكمل المثل التالي الما يعرف يرقص يقول يلقع ضوجة موجة عوجة روجة سولاف أسرع سولاف سولاف ماذا العجابة ماذا العاجابة عوجة يعني ليس ضوجة سอนت تحرق والإجابة صحيحة يالجولة عوجة ويقول الحماس عجبني قد قلعتكم مئة ألف دينار سولاف وأنشط يا علي أنشط يا كادي وأنشط يا نور حلو قيمة السؤال الثاني بالجولة الثانية 100 ألف دينار والسؤال يقول مغنية وممثلة لبنانية من أغنياتها بوس الواوا مايا دياب هيفا وهبي فايا يونان نسرين طافش أسرع واحد علي علي الإجابة هيفا وهبي هيفا وهبي نشوف نشوف والإجابة صحيحة يا علي وعندي وياك طلب لازم تسويه الآن هيا عجبني الحماس بوس الواوا تغنيها الآن غنيها أنت وصاحبك لا هذا يمتحسين هذا يمتحسين لا لازم تغنوني لازم تغنوني ربحت 100 ألف لازم تغنوني واحد اسمه أبو سودة لا بوس الواوا المقطع الأول لو سبحت المقطع الأول ماكو المقطع الأول بوس الواوا بوس الواوا قال لواوا لا يكي الواوا لا 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 يصير ستزعلون علينا المطربة بوس الواوا لايكي الواوا بوس الواوا دعني الواوا لا أعرف بوس الواوا وليك الواوا دعني الواوا بحق أيوة شكراً شكراً لكم نذهب للسؤال الثالث وبقيمة السؤال 200 ألف دينار ونركز يا شباب السؤال مسلسل كارتوني حمل اسم أحد شقاوات بغداد وجريدة ساخرة جحة حميدو حبس بوز الدبور كادي وأخيراً يا كادي إجابة الحماس أنت تحتاج ما هي الإجابة؟ حميدو حميدو؟ نرى حميدو هل توقعت أننا نعمل؟ الإجابة خاطئة وللأسف يا كادي نذهب له نور الإجابة نور حبس بوز حبس بوز نرى حبس بوز وإجابتك صحيحة يا نور وصار برصيدك يا نور أجبني الحماس 200 ألف 200 ألف بمئة العلي وبمئة السولاف أكثر حماس يا كادي ونركز بالإجابة وصلنا لمنتصف الجولة قيمة السؤال الرابع 200 ألف دينار والسؤال يقول ما اسم حبيبة غوار الطوشي في صح النوم؟ قال تنوسة فاطوم حيس بيس أطاطا سمر أسرة واحد نور أسرة واحد الإجابة عندك ثلاثة ثواني وربع فاطوم حيس بيس فاطوم حيس بيس نرى فاطوم حيس بيس أو الإجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة نور نور صار بحسابك 400 ألف نور تعرفها الأغنية؟ حافظها؟ حافظها الأغنية؟ لا، لا أحافظها لكن أتذكر الاسم تذكر الاسم؟ من من الشباب حافظوا الأغنية؟ سولاف كادي من من حافظوا الأغنية؟ فاطوم سأساعدكم سأساعدكم بلد شكراً شباب وصلنا للسؤال قبل الأخير بهذه الجولة قيمة السؤال الخامس 400 ألف دينار عراقي والسؤال يقول أغنية عراقية لأصالة نصري من كلمات فائق حسن سمحتك بنت كابر حنين ذاك الغبي وكادي كادي أسرع من الأول كادي 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 أوله كادي إجابتك إحنين إحنين نشوفه إحنين والإجابة صحيحة الإجابة كادي صحيحة وصار برصيدة 400 ألف جولة على رصيدة يا شباب علي عنده مية سولاف مية كادي أربعمية ونور عنده أربعمية متعادلين وهم راجع لكم يا شباب وهنا السؤال الأخير في هذه الجولة وقيمة السؤال 500 ألف دينار والسؤال يقول الدولة العربية الأكثر تضرراً بعدد إصابات كورونا مصر الأردن العراق المغرب أسرع واحد كادي كادي يا كادي الإجابة يا كادي إجابة يا كادي مصر مصر نرى مصر والإجابة خاطئة يا كادي الإجابة خاطئة نور يا نور الإجابة أنا مرتضى نقول العراق والعراق نرى العراق والإجابة صحيحة يا نور وصار بحسابك 900 ألف دينار على ما أظن ومبروك مؤقتاً انتقالك ويايا للجولة النهائية ويا حيدر وألف يا شباب قبل ما أروح قبل ما أروح وقبل ما أقول ألف مبروك أروح على الشباب أريد من أدكم كل واحد كلمة يعني إهداء بأقل من دقيقة مناسبة العيد عيد الفطر أروح مع سولاف سولاف كلمة عندك والمعايدة عندك أقل من دقيقة معايدة معايدة بأقل من دقيقة صح وعب كوك إلك يا غالب كلش فرحان إنه نشبتك مرة ووحدة المرة شبتك لا وجه بوجه بس على الكاميرا والبرنامج يقبل وسلاح الوعي شكراً أروح العمي وانت بقلي بخير علي 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 عندك أقل من نص دقيقة معايدة لماذا هناك دقيقة يا أقل من نص دقيقة عندك دقيقة ونص روح لا دواي كل عام ونتم بخير يا رب صحة وسلامة وتفنسنا وياكم في هذه الجوة لا أعرف أن أعتقد مفزنا مفزنا بس إن شاء الله المشاركة مشاركتكم حلوة لأنه جئتوا الفعل الخير ببرنامج كاشك أروح على كادي 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 يا كادي أحب جدد ونشوف من ومنهم يأخذ المقعد الأخير بالجولة النهائية لا تنسون أنا باقي وياكم عبر صفحة يو تي في العراق على يوتيوب الكاشك يعني العيد سوى لما وربح خليكم ويايه رجعنا للجولة الثالثة ونتعرف على النجوم اللي نظمه إلنا ويانا الفريق الأول حيدر حيدر كل عام ونتبخير وعيد مبارك ويامك سعيدة كل عام ونتبخلوا بخير نعد عليكم بالصحة والسلامة أيامكم كلها أفراح ومسرات حبيبي غالب من النور الكوكب بنموين من هو ياك حيدر؟ عليك العاني من العمي النسيب كل الهلا بكم جاهزين؟ من هو؟ ياهلا ومرحبا جاهزين؟ من هو سيرفع الكود؟ ومن هو عنده المعلومة؟ حلو؟ عجبني والتيكي تاكا أكيد أتكم التيكي تاكا نروح نروح للفريق الثاني ويانا الفريق الثاني ويانا أوس أوس كيف لونك يا أوس؟ حبيبي كل عام ونتبخير؟ حلو؟ عيد فطر مبارك؟ منتبخير أستاذ غالب يامك سعيدة يامك حبيبي دلوي أوس يعني أنت الآن أمورك كل شيء قوية ومستعد وامتكتك نفسك وبرفع الكود راحقتكم كلكم راحقتكم كلكم بس أنت لوحدك شلو راح تقاوم؟ الفرق كلها متحمسة نشوف 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 مقطاة أصلية ما أكشب الأمامية أسألك أوس ليش لوحدك؟ ليش لوحدك حبيبي؟ ليش لوحدك؟ من بقية الوحدك محد إجوك وحدي أمر يا الله كيف سأفعل؟ كل التنفيق لك أذهب على الفريق الثالث أشكناز كل عام أنت بخير؟ مرحباً عيد فطر مبارك ويامك سعيدة مرحباً إن شاء الله كل يامك سعادة الله يحفظتم من وياتي أشكناز؟ صديقة علاوي علاوي؟ كل عام أنت بخير؟ أستاذ العزيز عام أنت بخير عيد فطر مبارك على جميع الشام وكل التوفيق لكم أستاذ العزيز متحضرين ومتحضرين يا علاوي وأشكناز؟ متحضرين؟ متحضرين ومتحضرين حلو الحماس أذهب إلى الفريق الرابع وياي عامر عامر العمري كيف تنصحتك؟ كل عام تبخير؟ أيامك سعيدة تستطيع أن تقول لي حبيبي أستاذ ظال تستطيع أن تقول لي أيامك سعيدة بالمصلاوي بالمصلاوي أيامك سعيدة إن شاء الله يا ربي تحقيق الأمان يا ربي وتاكل كبني حبيبي يا عامر من وياك عامر؟ من وياك؟ هذا ابني سامر الله يحفظك جاهزين عامر؟ متحيقين؟ ومتحضرين حلو الكل جاهز الفعل الخير بالكاشك كل الهلة وبكل زملاء ونرجع لعبتنا إجمالي جوازي الجولة مليون ونص دينار مليون ونص دينار كاملة عدا ونقدا لو حصلتوا عليها كاملة تقدرون تنافسون بالجولة النهائية بشكل أقوى السؤال والاحتمالات أنطيكم إياها بكل وضوح وباقي اللي بعدكم وبين اديكم الشاشة خضرة ارفع الكود مثل ما تشوفون بسرعة واخذ حق الإجابة لو أخطأت أنطي فرصة وحيدة للفريق اللي بعدك ويلا للجولة الثالثة قيمة السؤال الأول من الجولة الثالثة مئة ألف دينار والسؤال يقول أكبل الأغنية التالية عبر تشط على مودك خليتك في قلبي خليتك على راسي هلو خليتك على راسي وانت ناسي انقطعة أنفاسي عامر عامر يا عامر إجابتك 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 عامر خليتك على راسي خليتك على راسي وإجابتك صحيحة وصار عندك مئة ألف دينار مئة ألف دينار أرجع وأشوف أشكناز من ألغناها أشكناز؟ غنت أشكناز؟ غنت أشكناز؟ أشكناز غنيتيها؟ أشكناز غنيتيها؟ حلو صوتك نروح حلو يا أشكناز نروح للسؤال الثاني من هذه الجولة بقيمة مئة ألف دينار والسؤال يقول نجم انفصلت عنه أنجلينة جولي بن أفلك براد بيت توم كروز ليناردو ديكابيريو أسرع واحد علاوي أشكناز الإجابة يا أشكناز براد بيت براد بيت براد بيت براد بيت والإجابة صحيحة يا أشكناز وصار بحسابك مئة ألف دينار وتعادلته يا عامر ونروح للسؤال الثالث قيمة السؤال مئتين ألف دينار والسؤال يقول شاركت حسام الرسام بطولك مسلسل حلم وخيال على يو تيفي سولاف جليل كلوديا حنة بلايين مارينا العبيدي أسرع واحد أشكناز أسرع واحد أشكناز بلايين بعد مصار خضراء بعد مصار خضراء بعد مصار خضراء بعد مصار خضراء إجابة صحيحة حماس عجبنا بلايين تفويت ألف دينار مو مشكلة أوس ناخذ الأمور بروح رياضية ترى كلكم موجودين ويايا يبدأ أشوف منودي يطلع بسرعة استعجن ونروح إلى قيمة السؤال الرابع بمئتين ألف دينار والسؤال يقول فنانة تزوجة الأمير البريطاني هاري أوبرا وينفري ميغان ميركل كيم كارديشيان كيت ميدلتن ننزل يا أشكناز ننزل أسرع واحد أسرع واحد بكم أشكناز أشكناز ميغان ميركل ميغان ميركل ميغان ميركل والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا أشكناز 500 ألف يا شباب الفرصة موجودة بعدها دعوكم معي أكثر حماس حيدر وأوس حيدر ما هو الشغل؟ ما هو المسلسل الذي اعملته؟ ما هو العمل الذي قدمته بهذا؟ رمضان تستطيع أن تخبرني قليلا؟ دخل من دقيقة هذه التجربة كانت أكثر من رائعة سعيد جدا أولا كانت الظروف كل شيء صعبة بالنسبة للبرد وغيرها ولكن أولا رجعت البغداد شفت الصدا وهذا أهم شيء الشارع كل شيء حاب للعمل حيث نحن نعيش أجواء ديها بالليل مرة ثانية مبروك وكل التوفيق إليك يا حبيبي اذهب إلى أوس 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 حبيبي أوس شنو الجديد؟ شنو الجديد؟ شنو أخبارك؟ أريد أن نعرف الجديد والأخبار بعد العين والله هنجوم مع النار هو برمضان وإن شاء الله ولا يتبطيخ الموسم الجديد بعد رمضان كل التوفيق إليك يا أوس كل التوفيق والروح يا شباب حبيبي والروح عامر عامر يا عامر 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 بحشيلي لا موقعي بعد عودتك من هولندا والعمل من جديد شلون شفت الشغل؟ جداً رائع وخصوصاً الظهور الأول إلي على قناة يو تيبي الحميبة وكان مسلسل رائع على أستاذ علي أبو خمرة حسام الرسام اتفاجأت بي ممثلاً ورساماً وكريماً جداً وكل الكادر في رأس البدري الفنيين الأتراك العراقيين فالشيء رائع وكانت تجربة بعد عدم ظهوري أنه وصل لست سنين مطالع بالشاشة العراقية والحمد لله والشكر أتمنى الجمهور يرضى علينا ألف مبروك عودتك من جديد ومن خلال شاشتنا الحبيبة يو تي في الروح إلى قيمة السؤال الخامس أربعمائة ألف دينار والسؤال يقول فيلم عراقي مقتبس عن قصة شجار لأدمون صبري النمر الأسود سيدة القصر سعيدة فندي الحريف عمر عمر إجابتك يا عمر سعيدة فندي سعيدة فندي وقولت يوسف العاني الله يرحمه الله يرحمه الراحل يوسف العامي وشوف الإجابة والإجابة صحيحة الإجابة صحيحة يا عمر وازداد إجابة الفرح عندك كمس مئة ألف وتعادلت وأشكناز وباقي أوس وحيدر على صفر وعودة ومرور على الأرصدة حيدر وأوس صفر صفر أما أشكناز وعامر خمسمية وراجع لكم يا شباب الفرصة ما راحت لا عند أوس ولا عند حيدر يعني إذا جبتوا الخمسمية راح تتعاتلون أما إذا طلع واحد من عامر أو أشكناز راح يطلع بالمليون وصلنا للسؤال الأخير وناخد نفس وبهذه الجولة والمنافسة بينكم على المقعد الأخير بالجولة النهائية ركزوا لأن قيمة السؤال ممكن تغير كل شيء قيمة السؤال خمسمية ألف دينار والسؤال يقول قرية سياحية مشهورة بمياهها الكبريتية الحارة العلاجية حمام العليل شلالات ميخال سهل حرير جنديان أسرع واحد أجتنان الإجابة ثلاث ثوانئتكم ثلاث ثوانئتكم الإجابة أنا أروح الثاني واحد اثنين ثلاثة خلص سنتقل على ثاني واحد جنديان 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 عامر جنديان الموصل هل نرى جنديان أرجع لهم لأنهم لحقوا على آخر فريم جنديان قالوا يمكن قالوا جنديان إجابتهم نرى إجابتهم الإجابة خاطئة لدي جياش كيناز نذهب على عامر 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 العمري نطيني حمام العليم محافظة نينوة حمام العليم محافظة نينوة والإجابة صحيحة يا عامر وصار عندك مليون دينار انتقلت ويايا يا عامر للجولة النهائية انتقلت ويايا مؤقتا رحت للجولة النهائية عجبني الحماس عندك وللأصدقاء اللي شاركون يا شباب أريد منعتكم كل واحد كلمة بأقل من دقيقة معايدة بالعيد أروح على أول واحد والوحيد أوس أوس حبيبي كلمة معايدة من عامر سنة سعيدة على الجميع وعلى العراقيين كلهم حبايب قلبي وأحلى تحية طبعا قناتنا يو تيبي كل التوفيق وكل عام أنت بأل بخير روح على حيدر حيدر كلمة عندك كلمة يقول لك كلمة المظلوم كلمة حق الأسر كل جسهل البرنامج جدا ممتع عاش سيدك حبيبي كل عام وكل العراقيين بأل بخير ولكن البار كود خاننا والإنترنت في العراق والعالم الإسلامي أجمع كلهم وهم بألف خير يا حبيبي ونذهب على أشكناز أشكناز مرحب والله صارحة شعبت بره معايد عزيز والله برنامج والله برنامج شعبت وإنسنا وإستمر أتمنى على كل كلمة شكرا لحضوركم ومشاركتكم في رحلة الخير عبر الكاش كاشك خلال الفاصل يستعد أقوى النجوم للجولة النهائية وأنا بتواصل وياكم من الكواليس عبر صفحة يوتي في العراق على يوتيوب الكاش كاشك يعني العيد سوى لما مربح خليكم ويايه موسيقى 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 رجعنا للتحدي الأخير بلعبتنا والآن عودة للمتنافسين ويانا على كاش الخير بالجولة الأخيرة وعامر وبرصيدة مليون دينار وحيدر وبرصيدة تسعمائة ألف أما نور وبرصيدة عجبني تسعمائة ألف إجمالي الجولة الأخيرة يا شباب يوصل الحد مليونين وثمانمائة ألف دينار والفائز بينكم يصير كاشة كاشين عجبني يا عامر ويلا نبدأ الجولة الأخيرة قيمة السؤال الأول 200 ألف دينار والسؤال يقول من ماذا تتألف حشوة الدولمة العراقية برغلو لحم تمنوا لحم خضار مفرومة تمنوا بقدونس نور يا نور أسرع واحد نور الإجابة وعندك ثلاث ثواني واحد تمنوا لحم تمنوا لحم والإجابة صحيحة وصار وارتفع رصيدك يا نور صار ويايا مليون ومئة ألف اقترب منهم عامر حيدر أكثر نشاط عامر أكثر نشاط وارح للسؤال الثاني بقيمته 200 ألف دينار والسؤال يقول عجبني يا عامر أكمل المثل التالي بالوجه مرايئ وبالقفة سلاية غلاية علاية ملاية عامر عامر الإجابة وارتفع رصيدك وصار يا عامر مليون ومئتين مليون ومئتين مليون ومئتين اقتربت لا عديتها النور أرجع وأقول حيدر عجبني الحماس أكثر بعد يا حيدر وياك نور وننتقل للسؤال الثالث وقيمته 400 ألف دينار والسؤال يقول ممثلة مصرية من أقوال إحدى شخصياتها سلم لعلب تنقين نبيل عبد جسرى نادية جندي إلهام شاهين أسرى واحد حيدر حيدر يا حيدر الإجابة يا حيدر نادية جندي نادية جندي نرى نادية جندي والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا حيدر مليون وثلاثمائة ألف اتفوقت مؤقتا أنعام أنصح كنت جحبوريس أنعام أنصح كنت جحبوريس أنعام لا أنعام دعي شوية أنعام أنعام تقدرين تقلديلي أنعام تقلديلي إياها سلملي على البتنقان تقلديها سلملي على البتنقان أيها يا أختي أيها عامر 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 شونا تقول سلملي على البتنقان بالمصلاوي هي بالمصلاوي بقى أخي والداد سلملي أبوس لبيتنجان أي يا أخي وعلى طريقة نادية جندي أقول لك إياها أظل لك إياها بالإعقاء يا رسي أظل لك إياها وعلى طريقة نادية جندي عامر على طريقة نادية جندي ما أسلملي على البتنقان حلو حجمني ونروح ونروح يا شباب القيمة السؤال الرابع أربعمائة ألف دينار والسؤال يقول ما المقصود بكلمة أغاتي باللهجة العراقية؟ الطفل المدلل لقب احترام مهنة اسم علم عامر أسرع واحد عامر عامر الإجابة عامر لقب احترام لقب احترام والإجابة صحيحة يا عامر وصار برصيدك وارتفع يا عامر مليون وستمية مليون وستمية وارتفعت وعبارة حيدر وعبارة نور أريد أكثر حماس يا شباب نور وحيدر وصلنا للسؤال ما قبل الأخير انتبهوا باقي من الجولة سؤالين وقيمتهم مليون وستمائة ألف دينار قيمة السؤال الخامس ستمائة ألف دينار والسؤال يقول كم عدد الأصدقاء في مسلسل أربعة خمسة ستة سبعة حيدر يا حيدر 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 الإجابة يا حيدر الإجابة ستة ستة تشوف ستة والإجابة صحيحة إجابة صحيحة يا حيدر وصار برصيدك يا حيدر مليون وتسعمائة وعجبني الحماس وعجبني التكي تاكا حلوة التكي تاكا يا شباب وعجبني التكي تاكا وعجبني التكي تاكا وعجبني التكي تاكا نور 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 عندك أحد مننا من نادي ما اسمه ينطوك يغشي شوك لا يوجد لا لا بس أنا بس أنا مرتضى نور ما لديك بعد رمضان؟ ما لديك بعد رمضان؟ ما لديك بعد رمضان؟ وعلياً نفكر عالياً أننا نكتب سلسلة مشاهد قصيرة اجتماعية إن شاء الله سيكون لها نجاح بنواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله ستنعرض على القناة كل التوفيق نروح على عامر 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 ما لديك؟ ما لديك بعد رمضان؟ أعدي بايسيكلات أثنين مال وشتي سأصبح وره نادي إن شاء الله نروح على حيدر 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 هل أنت ما ستحضر بعد رمضان؟ ما شاء الله سنة يعني لا يعمل يمكن ماذا كم عمال؟ نقول عشر عمال؟ ما لديك بعد رمضان؟ ما شاء الله مفاجأة آن وياها مفاجأة آن وياها كل التوفيق إلك ولن عامر رباعي كل التوفيق ونروح يا شباب ونرجع ونشوف الرصيد الرصيد وكل واحد برصيدة متقاربة الأمور بين نور مقريب عليهم مليون ومية أما عامر مليون وستمية أما حيدر قالب الطاولة ورمون تادا مؤقتا مليون وتسعمية وراجعين يا شباب راجعين والآن الكل يأخذ نفس ويستعد للسؤال الأخير والحاسم وبقيمة السؤال مليون دينار عدا ونقدا والسؤال يقول عراقي كتب رواية حارس التبغ نجيب محبوظ فؤاد التكرلي ميخايل نعيمة علي بدر عامر عامر يا عامر عامر يا عامر إجابتك نعم ثلاث ثواني عندك الكاتب الروائي فؤاد التكرلي رحمه الله فؤاد التكرلي نشوف فؤاد التكرلي للأسف إجابة خاطئة يا عامر ونذهب لحيدر حيدر حيدر يا حيدر علي بدر علي بدر وتعجبني الابتسامة والثقة العالية ونشوف مبروك أهلي مبروك يا حيدر ونعم بستوياي بجولة فعل الخير للخير وكل شي خير من رمضان إلى العيد إلى عيد الفطر مخاطئة 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 مبروك مبروك يا جمال مبروك الحماس وبرصيدكم مليون ونعم تسعمية خريب ثلاثة مليون حصلتوا بيها ووصلتوها لأهل الخير يعني أنا كلش مرحان حتى بربعكم بيه خير ووصلتوه للناس الخير ألف مبروك ألف مليون مبروك واتفقنا يا شباب أخذ من عذكم كل واحد معايدة أوصل يام نور نور معايدة أقل من نص دقيق لو شمحت أستاذ غالب عيد مبارك عليك وعليك للعراقيين وعليك المشاهدين في اليو تيفي نتمنى لكم نتمنى للقناة التوفيق وإن شاء الله نجاح الدائم وعمل خير والسلام على كل العراقيين يا ربي أروح على عامر عامر يا عامر عندك معايدة معايدة العين أهدنيك أنت على برنامجك هذا الجميل الخفيفة الضل اللي تعلمنا عليك عنا غير شكل من عالم السفوهيبة لحد الآن اليوم يلا شفتك اليوم شفناكم تحياتي لكل العراقيين وقناة اليو تيفي تستمر بإنتاجها هذا الرائع في رمضان اللي فاجأتنا وبعد رمضان إن شاء الله كذلك ويا ربي شافي كل من بالعالم يا رب وحي تكون بارك وتحياتي لشعبنا العراقي أجمعين وسموه زقنب وتبعدوا كل من يكره العراقيين ونتبقى اللي بخير ونروح إلى حيدر 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 وإن شاء الله وإن شاء الله وعلا أم عطي للغاية حبيبي حبيبي كل عام وإنتوا بقالب خير ويا ربي عيدة علينا وعلى أمة محمد وعلى العالم أجمع والإنسانية كل سنة وكل عام وإحنا كل إحنا من عوادة مبروك لليو تيفي تألقها الدرامي والبرامجي وحيدوري أنا فرحانة بك كل شواية وإن شاء الله خير وعافية كل من يروح لأي فلس بفعل الخير أكيد ومغالبك الحبيب أنت مبدع بكل المجالات سعيد رجعتك الحلوة خاصة بالتقديم راح تنافسنا يا الله شكرا 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 لكم وببروك مرة ثانية لعمل الخير إلى كل الزملاء الفنانين اللي شاركوني الحلقة الأخيرة من الكاشك التحية وكل الشكر للجمهور اللي تابع البرنامج خلال الشهر الفضيل وأيام العيد كل المحبة وأنا من عندي أختم في هذه اللحظات واحدة من أسعد التجارب في حياتي وأغادر الاستيديو اللي يجمعني بكل أهلي العراقيين من كل مكان بالعالم وللمرة الأخيرة أقول رمضان والعيد سوى على الشاشة اللي يشوفها مايعوفها يو تيفي ومن عندي أيامكم سعيدة وألف سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر